السلام عليكم ورحمة الله زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنكمل مع بعض النهاردة حلقات التأسيس وهناخد المد بالالف ونشوف هنبدأه زي مع الطفل بس قبل ما نلجأ المد بالالف هنقرأ مع الطفل الحروف المفتوحة ونأكد عليه ان الفتحة او الكسرة او الضمة دي حركة قسيرة يعني ما بطولش فيها وانا بقرأها يعني هم ماجي هقرأ مع الطفل اقول اه با تا فا جا حا خا وهكذا اخطف الحروف بعدها بعدها هبدأ اشتغل معي المد بالالف وقوله فاكر هو ايه ده هيقول لي ايه هقوله شاطر طب تعالى كده اقول لي كده باع اسمه ايه هيقول لي ايه طب وكده وطب كده هيقول لي مد بالالف عشان احنا كنا قبل كده مديين تمهيد المدود وهو عارف ان ده اسمه مد بالالف هقوله تا فاكر لما المد بالالف مشي في الغابة هو واخواته المدود قبلوا مين هيقول لي اه قبلوا الفتحة والكسرة والضمة طب المد بالالف كان بيحب مين من حركات القسيرة هيقول لي المد بالالف ادي السطر بتاع الكراسة بيحب يمشي وقبلوا فتحة يعني الحرف اللي قبله يكون فتحة طيب الاتفاق اللي المدود اتفقتوا مع الحركات القسيرة اتفقوا ايه قالوا احنا مش هنتقري بس هتطول في الحرف اللي تشوفوا قبلي وبعد كده اقرأ باقي الكلمة عادي مش شرط تقراني وده كان الاتفاق المد بالالف زي ما احنا شايفين شكله مختلف عن باقي الحروف فرحان بنفسه وهيمشي يغني اغنية ايه هي اغنية المد بالالف يلا نغنيها انا مد بالالف وشكلي مختلف مش علي حاجة قبلي بيكون فتحة وشكلي هو عصاية فتحة والف مد بالالف بتذكر ازاي مد بالالف بقرأ اللي قبلي وطول فيه وقرأ اللي بعدي طيب تعالى كده وريني الحروف معاك بتبقى شكلها عامل ازاي يلا بينا انا باجي مع الحروف المفتوح يعني اللي قبلي على طول لازم يكون فتحة اول حرف في الحروف كان حرف الالف فتحة يبقى اه هيجي بعدي المد اللي هو شبه الواحد كده وبعدين ننقل بقى على اللي بعده والالف قال لا استنى استنى ما تنقلوش على اللي بعدي انا كده شكلي مش عاجبني شوفو الاولا عندي اقتراح انا ممكن انزل الهمزة تمشي على السطر هي والفتحة وانا والمد نبقى واحد بس ونيجي كده يبقى اسمنا اه فروح المد اهيل وانا كمان عندي فكرة تانية ممكن انا اشلكو فوق راسي شبه العصفورة ويبقى اسمي اه يبقى دي اه ودي اه وده الشكلين بتوع الالف الممدود بعدها بقى باقي الحروف اللي هكرقها بالمد تعالوا يلا ما وريكم شكل باقي الحروف كده احنا خدنا الالف تعالوا يلا ما وريكم شكل باقي الحروف كده احنا عرفنا ان الالف خلاص بقى يا الا همزة مشي على السطر وفوقها الفتحة ووراها مد او المد وعليه عصفورة والي اثنين هيت كرققوا آه طب البيه لما يبقى وراها مد هو المد بيمسك في اللي قابله اه اصله الف والقفل والالف له ايدي واحدة قابليه يبقى هيمسك به تعالوا نقراها بنقراه ازايا مش بقرأ المد بس بطول في اللي قابله با طب تعالي هنا شوف هيمسك في التوي بقى اسمه ايه تا وهنا فا وهنا جا طب هنا حا هنا خا وطول طب هنا لا استنى خلي بالك الدا أصلا ايديها اللي بعدها مكسورة فمش هتنسك في حد فالالف هي المد هيقف جنبها بس مش هيمسك فيها ويبقى اسمها دا والذا برضو كده ذا والرا برضو را والزا وهكذا كل الحروف هطول فيها وانا بقرأها عشان يعرف فرق بين الحركة القسيرة والمد كحركة طويلة مايشيو اكمل الحروف لحد حرف الي وانا بديله الحروف هاقسم الكراسة تأسيمة معينة هوريها لكم دلوقتي ادي كراسة الطفل هيبقى سهلة علي ان انا مسلا هشتغل المد في خمس ايام مسلا هاقسم كراسة الطفل بالشكل ده نصين اول نص هشتغل فيه مع الطفل حروف وراها مد اه با تا س جا وهكذا على حسب عرض كراسة الطفل وما تقلقوش من كثرة الحروف ممدودة لان اصلا الطفل خلاص حفظ الحروف ويا فردق ديها وكمان حفظ الفتحة فهي يعرف ينجز من الحروف الممدودة النص التاني بقى من الكراسة هتديله فيه مثلا افعال يقرأها او كلمات يقرأها هتديله فيها افعال يقرأها عشان يتعوض على شكل المد في الكلمة زي مثلا اامانا ومثلا بابو ومثلا تابا وديه ثلاث كلمات هتديها للطفل طول ما انا بشتغل الحروف لحد ما خلصه يشتغل حروف فوق ويكتبها اعمدة واكد عليه وهو بيكتب برضو يقرأ عشان لو معرفش هامسحها الحركة دي حلوة قوي مع الاطفال بتجيب معاهم لانه بيخاف يعيد تاني فبالتالي بيحفظ هو بيكتب ايه وهكذا لحد ما يخلص لي نص الكراسة للفوق هبدأ اشتغل معاه في النص اللي تحت ان هو هيكتب لي كلمات بعد ما خلصت الحروف لحد حرف الياب هزا النمط هشتغل معاه املة ازاي اول مرة هتدي املة على المدود يكون املة حرفين بس يعني مثلا همال ليه اقول له مثلا يكتب لي ايه فهيكتبها لي كده او كده اللي اتنين صح واقول له مثلا يكتب لي مثلا حا مش شارط الترتيب واطول فيه عشان يعرف ما يزيه اكتب لي حا ومثلا يكتب لي صا وقول له فتحت بقي وطولت يبقى مد بالالف يعني الحرف هكتبه وراء مد بالالف وهكذا اليوم اللي بعده او الاملة اللي بعدها واعمل الاملة يوميا لان كتر الاملة بيأكد الحاجة عند الطفل الاملة اللي بعدها تكون عبارة عن افعال ثلاثية وقبل ما مليه هتدي له كراءة وبعدين املاء كراءة ازاي امس ان انا في صفحة براها هثبت افعال صفحة مكتوبة كلها افعال للطفل هثبتها وكل يوم نقرأ منها فعلين او تلاتة وملي غيرهم غير اللي احنا قرأناه وملي غير اللي احنا قرأناه عشان يبقى قرأ واتملة الافعال دي مسلا زي ام خالو داما مسلا زي خالو داما اه تابا وهكذا بعد ما قرأت معي افعال ثلاثية فيها مد بالالف وكمان مليته افعال ثلاثية فيها مد بالالف هبدأ اقرأ معي افعال كبيرة شوية وبرده همليه بنفس الطريقة زي هاجرا هنقرأها زي مس المد كان متفق قبل كده هو في الغابة مع الحركات اللي وسيارة ان هو مش هيتقيري بس هنطول في اللي قبله وبعد كده اقرأ اللي بعده عادي يبا هقرأ اللي قبله وطول فيه واقرأ اللي بعده اللي قبله هنا اسمه ايه ها طب طول فيه عشان ورا مد. ها وقرأ البعض جارا. اخطف كلمة ها جارا. كلمة تانية زي مثلا فاطر وهكزا. وبعد ما نقرأ معاه برضو هكون مثبتة صفحة فيها كلمات كبيرة. نقرأ كل يوم مثلا تلاتة او اربعة وما لي غيرهم في الكراسة. وبعد كده هنبدأ نشتغل معاه تدريبات عشان ما يزهقش من النمط اللي هو اعمدة ويكتب او املة وقرأة. هنشتغل معاه تدريبات على المد. اول تدريب هنشتغل مع الطفل هو استخرج المد والممدود هيقول لي يا مست انا عرفت يعني ايه مد اللي هو الثلاث حروف الاف اوه وقوياء. طيب ايه هو الممدود? هقول له فكر الحرف اللي قبله اللي احنا اصلا عشان نقرأ المد بنطول في اللي قبله هيقول لي او فاكر هو ده اسمه ممدود يعني الحرف اللي انا طولت فيه الحرف اللي مديته. يلا نستخرج بقى من الكلمات مد وممدود زي كلمة زارا زارا حازا مثلا كلمة تانية خالدو. استخرج بقى المد والممدود. ادي المد وهدي الممدود. حطي المد بقى يا تقول له حطولي في نقط يا تقول له في دايرة زي ما يكون انا عن نفسي بقول له حط المد في دايرة وممدود في دايرة المد هنا ايه تعال نشوف المد لازم يكون الف اوه وقوياء مش عليهم حاجة وقبلهم يكون بيحبوا. هنا دا ايه الف مش علي حاجة يبقى مد بالالف استنى تأكد ان اللي قبله بيحبه. اللي قبله بيحبه. اه بيحبه بمد بالالف يبقى دا. المد آلف. واللي قبله اسمه ايه زي. يبقى دا الممدود. طيب هنا في مد آه في آلف وقبله حي يبقى دا المد آلف والممدود حي. وهنا المد في مد آه في آلف مش عليهم حاجة وقبله فتحة يبقى مد. هنا مد بالالف والقبله خي. وده تدريب. عن المد. فية تدريب ثاني اسمه وصل المقطع المسموع بالكلمة التي سمعتها فيه واجبها ايه للطفل مقاطع صوتية هو يقرأها الوحدة يعني مثلا سا وهنا مثلا ها وهنا مثلا زا واقول له الكلمات اللي هنا يزال طبعا مش هلا ها اقرأ هو اللي هيقرأ اقرأ كده المقطع الصوتي ده اسمه ايه سا شاطر طب ما اتطول فيه لا يا مستطول ايه ده ما فيش مد يبقى دي حركة قصيرة باختافها سا طب شوف هنا فين اللي سمعتها هيزاله لا سامعة اه سامعة يبقى وصل بسامعة طب اقرأ دي ده الف مد مش عليه حاجة وقابله فتحة يعني قابله بيحبه يبقى الف مد ها طب اين فاقول ها لا غلط المد اتفق ان هو ومش هيتقري بس ان طول في اللي قابله ها شوف هنا قرأت ايه ها هنا يازاله لا ما فيهاش ها طب ها جراءة فيها ها يبقى ها تتوصل بها جراء طب زا فيه هنا يازاله وكده يبوصلنا المقطع المسموع فيه بعدها دمج الحروف اللي تكون كلمة طب هدمج الحروف ازاي هجيب له حروف سا وبعدها مد وبعدها جي وبعدها دو واقول له اعمل هالف كلمة هعملها في كلمة ازاي هو اجيب لك الحروف مترتبة وعايزك يعني هو اجيب لك السا في الاول هتحطها في الاول وبعدها ما ده هسألش اقوله بعدها ده وبعدها الجي وبعدها الدو ونشوف بقى اول حرف اسمه سا يسنين في الاول فرده دي هالتنين لأ فرده ايدي واحده عشان ما فيش حد قبلها وده اسمه ايه اسمه مد بالالف بيجي مع اللي قابله طب ما ديجي نجيب مع البعده لا هو المد بيحب اللي قابله عشان نقرأ اللي قابله ونطور فيه بقى سا والجي اما استكها في الالف لا الالف دي مكسورة يبقى تمسك في اللي بعدها بس والدو يبقى سا جي دو وهقرأ اللي قبله وطور فيه وقرأ اللي بعده اللي قبله سا واللي بعده جي طور في السا سا جي دو ده كان تدريب فيه تدريب تاني ممكن اشتغله مع الطفل اقول له حلل الى مقاطع صوتية حلل مقاطع صوتية فاكر لما كنا بنحلل مقاطع الصوتية كل حرف الوحده في دايرة ايوا شاطر تعالى بقى نعمل زيه فاكر لما كنا بنحلل كل حرف الوحده في دايرة ايوا يا مس تعالى يلا نعمل زيه هنا تدريب فيه كلمة مثلا كلمة دي وخليه هو لي يقرأها. والكلمة دي. واقول له يلا نعمل. هو لما كان بيبقى في الكلمة فتحة وكسرة وضمة بس. ليهاش اي حاجة قريب الفتحة وكسرة وضمة. كنا بنعمل ايه? كل حرف الوحده في دايرة طب لو فيها مادة او اي حاجة تانية. استنى بقى وافكر شوية. المادة بيحب اللي قبله بهم اللي اتنين مع بعض في دايرة. وبعدين الباقي كل حرف الوحده في دايرة. او على حسب بقى. او على حسب دي هنعرفها بعدين. في هنا مادة او مادة بالالف. عرفت ان هو مادة ازاي عشان مش عليه حاجة ولا تحته هاجة وقبله فتحة. يعني قبله بيحب ويبقى الفا مش هيسيبه بعض هي والمادة يبقى فا مع بعض. والدايرة التانية فيها طي والتالتة في هارو. طب الكلمة اللي بعدها كده اقرأها. وقل لي هتقرأها ازاي? هبص عليها. فيها مادة او عرفت ان هو مادة ازاي عشان الف مش عليه حاجة. وقبله بيحبه. يعني قبل فتحة هنقرأ زاي? نقرأ اللي قبله واطول فيه. واقرأ اللي بعده. اللي قبله ما. واللي بعده هي. يبقى لي الله. ما هي. طب ورون نرميها في البحر? لا لا لا. هنقرأها. ما هي رو. الما هي والمادة مع بعض. ما. وبعدين بعدها كل حرف الوحده في دايرة هي رو. وهنزل لكم ان شاء الله تدريبات اكتر على جروب الوطس. وبكده نكون خلصنا المادة بالالف بطريقة سهلة. وتوصل اسرع للطفل. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. ولايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين وكل يستفاد. واستنونا في فيديو جديد قريبا هنشرح المادة باليام.